اشتركوا في القناة 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 و تعالوا السؤال الاول اجد اذكر صورة من صور المشاركة اذكر صورة من صور المشاركة اذكر صورة من صور المشاركة فكر يا صديقي وفي صباح اليوم التالي استيقظت جده وأهل البيت لصلاة العيد واستعدوا للنزول وكانت جارتهم الجد نور تعيش وحدها فذهب زياد وترك بابها وقالت هل أنت مستعدة أيتها الجد نور قالت نعم يا بني مبارك الله فيك في صباح اليوم التالي طبعا صح الجد من النوم وأهل البيت واجهزوا نفسهم لازدهاب لصلاة العيد واستعدوا للنزول وكانت جارتهم الجد نور تعيش وحدها فهي جد وكبيرة في السن فذهب إليها زياد وترك بابها وقال هل أنت مستعدة أيتها الجد نور وردت عليه أنها مستعدة بعد انتهاء الصلاة وقف المصلون ليهنئ بعضهم بعضا بحلول العيد وفي طريق العودة سأل عمر ترى أين سنتناول الكعكة اللذيذ؟ فردت والدت فريدة في بيتنا إن شاء الله يا عمر كما تعودنا كل عيد عندما انتهت الأسرة من صلاة العيد وقف المصلون ليهنئ بعضهم بعضا طبعا إحنا عارفين إن إحنا عندما نزه إلى صلاة العيد في نهاية الصلاة نمن بعضنا بعضا بالعيد وفي طريقهم في العودة إلى المنزل سأل عمر يا ترى أين سنتناول الكعكة اللذيذ؟ والمقصود هناك كعكة العيد وردت والدت فريدة أنه سيتناولها في البيت كما تعوده كل عيد أنهم يتناولونها في بيت فريدة فنظر زياد إلى أمه وقال لها ولكنني متعة هل يمكنني أن أنام قليلا؟ فسمعه جده وقال له من كرم الضيافة أن يكون كل أهل البيت في استقبال الضيوفين فرد قائلا إذن كل ما أحتاج إليه الآن هو أن أمسح وجهي بالماء في هذا الوقت نظر صديقنا زياد إلى أمه وقال له أنه متعة هل يمكنه أن ينام قليلا؟ ففي هذا الوقت سمعه جده وقال له أن من كرم الضيافة أن يكون كل أهل البيت في استقبال الضيوفين يعني عندما يأتي إلينا ضيفا يجب أن تكون كل العائلة في انتظاره فهذا من كرم الضيافة وقتها رد صديقنا زياد وقال أن كل ما يحتاج إليه هو أن يمسح وجهه بالماء ودلوقتي جمعتنا مع سؤال المتفوقين السؤال الثاني السؤال الثاني معنا بيقول أجب أذكر طرق إكرام الضيف نقول ثاني أذكر طرق إكرام الضيف فقري يا صادتي في الإجابة ما تنساش تكتبها لي في التعليقات وبعد قليل حضرت الجدة نور وأسرة يحية وأسرة علي ومع كل منهم أطباق شهية وكعق نذيذ قضى الجميع وقت طيب وملأت الضحكات البيت ثم انصرفت الأسرتين وكذلك الجدة نور شاكرين أهل المنزل على حسن ضيافتهم بعض قليل حضرت الجدة نور وأسرة يحية وأسرة علي وكل منهم كان معهم أطباق شهية كانوا يضعون الحلويات الخاصة بالعيد في أطباق وأحضروها معهم وكمان كان معاهم الكعكي اللذيذ وقضى الجميع وقتا طيبا وكان تملأ الضحكات البيت فريحين جميعهم الأسرتين بهذا اليوم الجميل وهو يوم العيد وكذلك أيضا الجدة نور كانت سعيدة وبعد ذلك انصرف الأسرتين والجدة نور وشكروا أهل البيت على حسن ضيافتهم له أغلق الجد باب المنزل ثم قال لأحفاده كان يوما جميلا سعدنا فيه وأدخلنا السرور على أهلنا والميراننا واتبعنا تعاليم رسولنا الكريم عندما قال هنا أغلق الجد باب المنزل بعد انصراف الأسرتين وانصراف الجد نور وقال لأحفاده أنه كان يوما جميلا وسعدوا فيه وأدخلوا السرور على الأهل وعلى الجيران واتبعوا تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يبقى هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب الضيافة أنه من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر من يؤمن بالله وأن الله وحده لا شريك له ويؤمن كمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة فليكرم جاره فيهتم بكرم جاره وضيافة جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤكد عليها مرة ثانية فليكرم ضيفه ودلوقتي معنا التدريب يقول لي دع علامة صحة أو خطأ يجب علينا إكرام الضيف صح تقديم المساعدة للآخرين ومشاركتهم لا يسعدهم خطأ السؤال عن الجيران وزيارتهم من صور المشاركة صح وفي نهاية الدرس النهاردة وقصتنا عن المشاركة يارب نكون استفدنا وتعلمنا أن نشارك أهلنا وأصحابنا في كل ما يخص الأفراح والأحزان ونقف إلى جانبهم ومساعدتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر